السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرس جديد إذا كتبوا المرة شاهدة القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلك كل جديد المعضي تابع القناة لكن لنسى الاشتراك بالقناة قبل ما تبع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعال زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتحدث في هذا الفيديو عن استخدام مني أوف العديد من ماتش أوف الكثير من كيف استخدامها باللغة الإنجليزية بشكل سهل وبسيط كما نعلم تمر كثيرا في اللغة المكتوبة واللغة المحكية تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المفيدة في اللغة الإنجليزية لتطور لغتك المحكية بشكل سهل وبسيط ماني كما قلنا بمعنى العديد ماتش بمعنى الكثير ماني نستخدمها مع الكلمات كونتابل يعني كونتابل والاسماء المعدودة كونتابل معناته معدود جاء من كلمة كاونت يعود كونتابل إذن معدود ماتش مع الكلمات ان كونتابل إذا الأسماء الغير معدودة ماذا يعني معدود؟ المعدود نأخذ منه عدد الغير معدود نأخذ منه كمية معدود مثل عندنا كلمة بوك تو بوكس ثري بوكس كارز فايف كارز وهكذا إذن نأخذ منه عدد وممكن أن نعده الغير معدود نأخذ منه كمية يعني amount of مثل عندنا كلمة ملك حليب شكا إذن سكر رايس كافي وهكذا إذن دائما السوائل والأشياء نأخذها بالكيلو إذن دائما تكون غير معدود ماتش ملك ماتش شكار ماتش رايس ماني بوكس ماني كارز يعني العديد من الكتب العديد من السيارات فقط نضع قبلها ماني أيضا الغير معدودة نضع قبلها ماتش ملك ماتش شكار ماتش رايس تكلمنا قبل بشكل مفصل اللي حاب يرجع على القناة على اسماء المعدودة غير معدودة لكن حديثنا عن استخدام ماني وبعدها حرفة جر اوف ماتش أيضا حرفة جر بعدها اوف نستخدم ماني اوف ماتش اوف قبل الضمار بحالة الملكية كم معنى الضمار بحالة الفاعل I he she it we you they هذه بحالة الفاعل يعني تأتي في بداية الجملة لكن بعد ماني اوف ماتش اوف نستخدم الضمار بحالة الملكية كيف يعني I اذا تصبح my اذا نقول many of my لن نقول many of I his hair its our your their اذا نقول many of my books many of his books many of hair books many of its eggs many of our books many of your books many of their books ايضا much of my time لنعود time ايضا انكنت بالغير معدود much of his time much of her time much of its time much of our time much of your time much of their time اذا بعد many of much of نستخدم هذه الضمار بحالة الملكية يجب ان نحفظها كمان قلنا لدينا اربع نواع من الضمار موجودة على القناة بشكل مفصل شرحها مع امثلة وبشكل سهل جدا اذا نجي معرفة هذه الضمائر وحفظها بشكل بصم كل ضمير بحالة الفاعل يقبله ضمير بحالة الملكية لدينا سبعة ضمائر بحالة الفاعل يقبلها سبعة ضمائر بحالة الملكية اذا many of much of تأتي قبل الضمائر بحالة الملكية much of us العديد منه do sports اذا العديد منه يقوم بالرياضة او يمارس الرياضة لاحظة نقول many of we اذا هذه الضمائر بحالة المفعول به كمان علامة ضمائر بحالة المفعول به i تصبح me he تصبح him her it us you them اذا هذه الضمائر بحالة المفعول به اذا نقول many of we نقول many of us دائما بعد حرف الجر نستخدم الضمائر بحالة المفعول به ننتبه لهذه الملاحظة many of us do sports العديد منه يمارس الرياضة we didn't get much of her time اذا نحصل على الكثير من وقتها لاحظ much of الكثير من استخدمنا ضمائر بحالة possessive الملكية اذا يكون بعد اسم اذا هير time وقتها اذا نقول much of her time we didn't get much of her time الكثير من وقتها نريد ان نقول كثير من وقتهم much of their time much of his time much of our time وهكذا اذا نحفظ التركيب هذا much of نستخدم ضمير بحالة الملكية many of us بيكون عندنا ضمير بحالة المفعول به I had here many of the stories before لاحظ many of يكون بعدنا نستخدم the ويكون عندنا الاسم I had here لقد سمعت many of العديد من القصص before لاحظ many of العديد من of نترجم من العديد من القصص لاحظ stories جاي من كلمة story قصة قلبنا ال-y الى-i وضفنا es لماذا؟ لأن قبلها بيكون عندنا حرف ساكن لكن اذا كان عندنا مثل كلمة boy ولد لا نضع boys بهذا الشكل هذا خطأ لماذا؟ لأن y قبلها فولة حرف صوتي عند اذن واشرة وضيف s الجمع لكن اذا كان y مسبوقة بحرف ساكن نقلب y الى-i ونضيف es stories عندنا boys I had here many of the stories before اذا نحفظ many of us هالتركيب هذا much of hair time فقط نغير الضمير بالحالتين ايضا بعد many of نستخدم the ويكون عندنا الاسم طبعا يكون الاسم بحالة الجمع لماذا؟ لأنه عندنا many تأتي مع countable nouns الاسماء المعدودة لا نصع نقول many of the water many of the rice هذا خطأ مع الاسماء غير معدودة نستخدم much لكن الاسماء المعدودة نستخدم معها many لاحظ time إذا غير معدود عندنا نستخدم much there aren't many interesting tv programs لاحظ programs برامج tv programs إذا برامج تلفازية interesting ممتعة many العديد there are إذا يوجد there aren't لا يوجد إذا دائما نترجمها there aren't لا يوجد بعد يأتي بحالة الجمع لاحظ programs بحالة الجمع استخدمنا many many interesting tv programs لماذا؟ لماذا؟ لأننا عدنا السجمع بهذا الحال نستخدم many how much money do you need to buy a bike يعني كم من المال تحتاج لتشتري دراجة اللاحظ how much دائما نستخدم مع المال يعني كم ثمن أو كم سعر لكن هنا how much money كم من المال تحتاج لا نقول how many money هذا خطأ money غير معدود في اللغة الإنجليزية how much money do you need to buy a bike اللاحظ استخدم money do you need إذن تحتاج to buy لتشتري a bike دراجة دائما نستخدم هذا التركيم how many بالأول how much أيضا بداية السؤال بعدين نستخدم الاسم لكن مع how many اسم countable اسم معدود بعد how much اسم غير معدود بعدين يكون عندنا helping verb فعل مساعد بتشكيل السؤال بيكون عندنا subject الفاعل بعدين بيكون عندنا الverb إذن هذا الشكل السؤال ب how many how much how many cars do you have يعني كم سيارة لديك how many cars do you have how much water do you drink every day كم من الماء تشرب كل يوم إذن دائما نحفظ هذا الصيغة استخدم بداية الجملة how much how many بعد مباشرة استخدم الاسم مع many كما قلنا اسم معدود مع much استخدم اسم غير معدود دائما اللي أخذ منه كمية بيكون غير معدود وأستخدمه مع much اللي أخذ منه عدد استخدمه مع many إذن دائما many يأتي بعدها number إذن يأتي بعدها عدد لكن much دائما استخدم معها amount إذن استخدم معها كمية إذن how many how much بعدها يكون عددنا noun الاسم إذن معدود غير معدود بعدها يكون عددنا helping verb فعل مساعدة لحسب زمن الجملة كمان أعلم 12 زمن في عددنا 12 فعل مساعد لكل زمن على حسب الزمن الموجود بعدها يكون عددنا الفعل وبعدها يكون عددنا الفعل وتتمت الجملة إذن لاحظ هذا الجمل we didn't spend much money إذن لم نصرف الكثير من المال كما قلنا money نستخدم قبلها much we didn't spend دائما نترجم didn't لم spend نعرف يقضي أو يصرف there isn't much data يعني لا يوجد الكثير من البيانات data بيانات to download للتحميل لاحظ data لن أقول money data much data إذن لنه غير معدود I don't have many friends ليس لدي العديد من الأصدقاء نستخدم money لماذا لو عدنا friends إذن اسم معدود how many children do you have كم من الأولاد أو الأطفال لديك لاحظ how many نستخدم اسم معدود children فعلم مساعد do you have how many children do you have لاحظ child طفل لنضيف s بشرة نضيف r e n تصبح أطفال children أطفال ما هذا الشكل الذي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا عن استخدام many of much of أتمنى أقدمت الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته